السلام عليكم ورحمة الله. آآ جالي سؤال على صفحة الفيسبوك عن واحد هيجاوز واحدة مصرية امريكية. لكن ما عاشتش في امريكا بقالها فترة. والسؤال عن ايه الوضع في الحالة دي هل هياخد الجنسية منها? هل يقدر يعني يعمل قضية لم شمل? فدي حالة بتحصل. فقلت خلينا جاوب عليها في فيديو عشان آآ ناس آآ اكتر تسمع الاجابة. فدي بتحصل كتير الموضوع ده ما يكون مسلا آآ حدت ولد في امريكا وبعدين رجع بلده مسلا كان الاب والامة بيدرسه في امريكا والاب بيدرس في امريكا قعدوا كزا سنة خمس ست سنين رجعوا بلدهم وبقى معهم الطفل بيحمل الجنسية الامريكية لكن الطفل ده في الحقيقة مع او الطفلة مع عاشتش في امريكا الا فترة قليلة وبعدين رجع بلده. طيب الواحدة دي او اللي تولد في امريكا مع الجنسية الامريكية فطبعا اللي مع الجنسية الامريكية اه في قضايا لم الشمل العائلي لو انت هتتجوز حد معا الجنسية الامريكية لك الحق انك انت تقدم على لم شمل تاخد وبعدين الجنسية. طيب الحالة بس دي فيها هتبقى فيها حاجة واحدة لازم الناس تعرفها عشان ما تقعش في مشكلة ناس كتيرة بتقع فيها في قضايا لم الشمل بالذات اذا كانت عن طريق الزواج او حتى عن طريق او حتى عن قضايا لم الشمل في امريكا انت اول حاجة انك انت تكون مسلا متزوج من امريكية او تكون منطق ابوباك امريكان او يعني حسب حالة لم الشمل لكن في اه شرط تاني ناس كتيرة القضايا بتاعتهم بتاعت لم الشمل بتقف بسببها وهي موضوع القدرة المالية للي عمل لك فانت مسلا لو انت زوجتك امريكية هي عملت لك قضية لم الشمل هي بتبقى بتاعك هي الضامن بتاعك فيه في الهجرة الامريكية متطلبات معينة عشان حد يقدر يسبونسر حد اه تاني يدخل جوه امريكا متطلبات دي هي في الدخل فمسلا اه لو انت زوجتك معها الجنسية لازم يكون دخلها لو هي لوحدها بس مش ما عندهاش مسلا لا تعول حد تاني يكون لها دخل معين تقريبا تسعتاشر الف دولار وشوية في السنة وده جوه امريكا دخل مش كبير لكن لازم يتم اثباته عن طريق مسلا الضرائب اه لو الواحد ما عندهش دخل اه يبقى عنده مسلا اه يعني حسابات في البنك او حاجة تكفي اه او ان بقى لو انت نفسك الضامن بتاعك او زوجتك اللي هي هتعمل لك لم الشمل ما عندهاش كلام ده تجيب حد اسمه حد يكون معا الجنسية ويدخل في الكيز معها ويبقى هو يضمنك بوضعه المالي فالموضوع ده بيبوقف وبيعطل حالات كتيرة من قضايا لم الشمل لان الناس ما بتكونش مستعدة او متكونش عارفة ففيه على موقع الهجرة الكلام واضح جدا بيقولك بالزبط دخل الضامن لازم يكون كام او لو بقى ما عندهش دخل كافي لازم يبقى فيه وحسب ده او حسب ايه هي عدد العيلة بتاعته او عدد الناس اللي بيعولهم فمسلا لو انت اللي هيعمل لك ضمان اه اعزب ولا يعول هيبقى دخله اه متطلبات الدخل اقل لحاجة خالص وتقريبا زي ما قلت اخر مرة بصت عليها كالتسعة تشعر الف وشوية في السنة وده في امريكا يعتبر دخل قليل يعني مش اه اي حد بيشتغل شغلانة اه بسيطة ممكن يكون بيعملوا لكن طبعا لازم يكون دخل المثبت لان اه تاني الوضع ان فيه في العربية فيه ناس بيشتغلوا لكن بيشتغلوا اه مسلا بيشتغل كاش فما بيكونش كل دخل مثبت اه فده ما ينفعش لازم يكون دخل طبعا قانوني ورسمي ومثبت لو بقى حد عنده مسلا انت امراتك ما عندهاش اه ما تقدرش تعمل لك الضمان المالي دخل معك كو سبانسور ده مسلا متزوج وعنده اطفال يبقى متطلبات الدخل بتاعته هتعلم ففيه جدوى الواضح جدا كل سنة بينزل في الهجرة بيقولك الدخل قد ايه حسب عدد الناس اللي بيعولهم او حسب عدد اسرة بتاعك كل حاجة فدلوقتي زوجتك اعدى في مصر مسلا معها الجنسية الامريكية لكن اعدى في مصر بقى لها فترة طويلة تقدر تقدم لك على نام الشام تقدر تقدم لك على نام الشام يعني لا يوجد ما يمنع انها تقدم لكن الكيز هتقف على موضوع الضمان المالي فقبل ما تبدأوا في الكيز لان الكيز هتكلف فلوس شوفوا موضوع الضمان المالي ده هتعمله في ايه لان لو مش موجود الحالة مش هتمشي فممكن تشوفوا حد لو لكم عارف امريكا او حد يكون دخله يكفي ويكون عنده استعداد ان هو يدخل كضامن لان كمان الموضوع ده بقى في بالذات ترمب اه في كلام ان هو الضامن هيبقى مسؤول عن مثلا لو المهاجر اخد تأمين صحي بتاع الحكومة او خد مساعدات من الحكومة ان الضامن هيكون مسؤول ماليا على الحاجات دي ولازم يدفعها تاني ودي طبعا ممكن تكون مبالغ كبيرة جدا يعني لان مثلا التأمين الصحي اه اللي عنده تأمين صحي كمهاجر وراح المستشفى وراح ممكن يكون عليه مثلا التأمين ده فعله عشرات الالف من الدولارات اه في الرعاية الصحية فدلوقتي اي حد عمل لحد او لحد هيبقى مسؤولة عن الكلام ده لكن لحد دلوقتي ما حصلش الموضوع ده لكن كان بيحاول يستغل حاجة في القانون موجودة تخليه يرجع يحاول يرجع على الناس اللي اللي كانت عامل ضمان لمهاجرين فيعني الاصد من كده ايه ان لازم تلاقي حد عنده استعداد ان هو يعمل لك الموضوع له. يعني الموضوع مش هيبقى مسلا لحد معرفة سطحية الا ممكن يكون فيه طبعا بس انا عايز اوديك الصورة عشان انا ما حد يقول لك لأ تكون فاهم الناس متخوفة من ايه? ليه ان هي تعمل لحد. فهيبقى مبدئيا زوجتك تقدر تعمل لك لم الشامل لكن قبل ما تعمله حلوا موضوع الضامن بقى لان هي خلاص مش هتقدر تعمل لك سبانسر لوحدها لازم هيبقى معها كو سبانسر. لان هي ما عندهاش دخل جوه امريكا يكفي ان هي تضمنك بي. فلازم تلاقوا كو سبانسر لوكو. بعد كده بقى ممكن تعملوا الحالة وانتو آآ برا امريكا عادي. لحد ما يجي لك الحالة تخلص ويجي لك آآ يجي لك المقابلة في الصفارة وبتروحها وبعد كده بتدخل امريكا. بعد ما بتدخل امريكا بشوية بيجي لك بعد ثلاث سنين من تقدر تحصل على الجنسية بس تكون قاعد جوه امريكا آآ الفطي يعني ما ينفعش تكون قاعد برا امريكا كل ده وتحصل على الجنسية لان برضو السؤال جالي ان ممكن نحصل على الجنسية وانا يعني واحنا برا امريكا ما ينفعش لازم تدخل امريكا الاول يجي لك الاول بعد ثلاث سنين من حصولك على ومن قضاء فترة كافية جوه امريكا اللي هي على ال اه لو انا يعني افاكر كويس على ال ال ست شهور كل سنة تكون جوه امريكا آآ بعد ثلاث سنين ساعت هيحق لك انك انت تقدم على الجنسية لو ما قاعدش الفترة كافية جوه امريكا هيبضل معك بشارة انك تدخل امريكا مرة كل سنة لكن مش هتقدر تقدم على الجنسية بعدها. فيعني الجنسية مش هتجي لك على طول اوتوماتيكلي بمجرد انك انت بعد الزواج يعني. فاعتقد ده اللي بيجيب على السؤال. الاطفال السائل برضو كان بيسعى عن الاطفال. الاطفال الاطفال الاباء هم امريكان. ممكن يسألوا بقى لهم يعني ما منزلوش امريكا خالص لو طفل تولجوا امريكا واباءوا امريكان بعد كزا بعد فترة يعني قليلة بيحصل على الجنسية عادي. آآ هو قبل كده كان بيحصل تلقائيا في قوانين لسه الفترة دي حشان ترامب آآ في مواضيع الهجرة ده له بيحاول يغير حاجات فيها كان في عمل قرار حديثة انه ما يحصلش عليها مباشرة بالطفل المولود في امريكا ما يحصلش عليها مقاول يوم زي ما كان بيحصل. ما يحصل عليها بعد كزا اسبوع. اعتقد ان القرار ده فعلا تنفز. جايز بعد كده الحاجات دي بتتحرك يعني ممكن بعد كده يتلغى حدي آآ يعني في المحكمة او حاجة فقرار يتلغى. فالمقصود يعني ان برضو الاطفال لو لو اتولادت لكم اطفال وهي معها الجنسية ممكن تحاولوا تجيب لهم الجنسية بقى من السفارة لو انتم ما قلتوش امريكا. اذا قلتوا امريكا خلاص الموضوع ها بقعرفوش مشكلة. طبعا الفيديو ده انا كنت مصوره قبل قانون الجديد بتاع البابلك شارج. فانا هحط لنك لموضوع البابلك شارج ده عشان تسمعوا عنه بالتفصيل. لكن الاضافة في ان آآ قبل كده كان لازم اللي هو الزوج او الزوجة اللي مع الجنسية اللي يثبت انه مع آآ ما يكفي آآ من الدخل المالي او يبقى فيه ضامن اضافي. لكن البابلك شارج بيخلي ان كمان المهاجر يثبت انه هو اما يروح امريكا هيبقى قادر على العمل ومش هيبقى عبقى على الدورة انه هو ياخد مساعدات فحط لنك الفيديو بتاع البابلك شارج تحت عشان الصورة تكتمل. فارجون ده هيكون وضح الوضع يبقى انت تقدر تقدم على معاملة وزوجتك مع ان زوجتك ما عادشتش برا امريكا ما عادشتش جوا امريكا بقى لفترة طويلة لكن لازم قبل ما تقدم تحلوا موضوع الضامن عشان الكز هتقف لو ما فيش الضامن المالي هيبقى اسموك بقى لان زوجتك ما ينفعش تبقى الضامن المالي لك ولازم تدخل امريكا عشان تحصل على الجنسية يعني مش هتخد الجنسية الحالة مش هتديك الجنسية هتديك الاول وبعد ثلاث سنين لو الزواج مستمر تقدر تقدم على الجنسية وارجل ان يكون يعني الفيديو ده اوضح الموضوع شوية اه ولو في حاجة مش واضحة اه ممكن بتقولولي في التعليقات ان شاء الله نشوفكم في فيديو تهيدي السلام عليكم